العناكب ما فيش ناس كتير بيحبوها لكن بالرغم من كده فالحشرات اللي عندها تمن رجول دي احنا ما نقدرش نستغنى عن وجودها على كوكب الارض بس لحظة واحدة كده هو انا قلت حشرات دلوقتي هي العناكب فعلا تعتبر حشرات زي ما اغلب الناس فكرة ولا الكلام ده بلح تعالوا نشوف الحوار ده مع بعض اغلبنا عارف ان العناكب مخيفة وممكن تكون مؤزية وفوق ده وده هي شكلها وحش وفعلا عضة العنكبوت ممكن مثلا تعملك تورم في جلدك لكن بالرغم انه فعلا في بعض انواع من العناكب سامة لكن اغلبها خجول ونادر جدا لما يهجب الانسان ويعده والعناكب موجودة وبتعيش في قرات العالم كله معادة القارة القطبية الجنوبية وفيه في العالم حوالي 40 ألف نوع مختلف من العناكب متنوعة بقى في أشكالها وأحجامها وألوانها وخليني بقى دلوقتي أدمر واحد من أهم الأخطاء الشائعة اللي موجودة عند ناس كتير وهو ان العناكب مش عبارة عن حشرات لكن العناكب بتتصنف تحت فصيلة خاصة بيها لوحدها اسمها العنكبوتيات والعنكبوتيات دي بقى مختلفة عن الحشرات في كذا حاجة زي مثلا ان جسم العنكبوت بيتكون من جزئين بس عبارة عن راس وبطن ومعاهم 8 رجول لكن بقى جسم الحشرات بيتكون من 3 أجزاء بس هما راس وسدر وبطن لكن كمان مع 6 رجول مش 8 زي العنكبوت زائد اختلاف كمان وهو ان العناكب ما عندهاش أجنحة خالص لكن فيه أنواع كتيرة جدا من الحشرات عندها أجنحة وبتقدر تطير والعناكب كلها عندها القدرة ان هي تصنع خيوط الحرير اللي بتستخدمها تعمل بها شبكة او فخ للفريسة او كيس للبيت بتاعها او تبني عش لنفسها ولو بصيت على الطرف السفلي من جسم العنكبوت هتلاقي فيه عندها عضو مخصوص هو اللي بينسج الخيوط دي والعضو ده اسمه المغزل الحرير ده أول ما بيخرج من المغزل بتاع العنكبوت بيكون سائل لكن بمجرد بيلامس الهوى بيتصلب ويتحول من سائل لألياف صلبة قوية جدا لكن سمكها أقل من سمك شعرة الإنسان بس النرفيع ده مش معناه أنه ضعيف خالص لكن خيوط العنكبوت دي واحدة من أقوى الألياف الطبيعية اللي موجودة على الأرض وعلى فكرة الحرير اللي العناكب بتنسجه ده مش نوع واحد لكن فيه أنواع كتير بيختلف نوع الحرير اللي بتستخدمه العناكب على حسب المهمة اللي هي عايزة تعملها يعني مثلا لما تيجي تعمل خيط عشان تستطبيه فبتستخدم ساعتها حرير لزج ومطاط عشان الحشرة اللي العنكبوت هيكلها تلزق في الخيط وما تعرفش تهرب ويعرف يمسكها ولما تيجي أنسى العنكبوت تعمل خيط على شكل أكياس تشيل فيها البيت بتاعها لحد ما يفقس ساعتها بتستخدم خيط قوي جدا عشان يقدر يحمي البيت ده وفيه نوع بقى ثالث خالص من الحرير بيكون جاف ومش لازق خالص بتستخدمه العناكب عشان تبني بيه العش بتاعها وعلى فكرة بقى مش كل شبكات العنكبوت بتكون بنفس الشكل لكن نقدر نقول كده أن كل عنكبوت بيفنن فيها بطريقة مختلفة يعني عندك مثلا نوع من العناكب اسمه عنكبوت المدار النساج والشبكة اللي بيصنعها النوع ده من العناكب بتكون متجمعة كده شوية خيوط كتير في المركز وبتنتشر بقى من حواليها خيوط رفيعة كده فكل اللي اتجهت حوالين المركز ده ولو ما كنتش انبهرت بالطريقة دي اللي الشبكة عملت بيها فاسمع العنكبوت بيستخدمها ازاي بعد كده في عنكبوت ممكن يفضل واقف مستني على مجموعة الخيوط اللازجة اللي متجمعة في النص دي وفي عنكبوت تاني ممكن يروح يقف على الخيوط الرفيعة اللي منتشرة حواليها اما بقى النوع التالت وده اروأ نوع فيهم كلهم فده بيخلص بون الشبكة بتاعته وما بيفضلش واقف عليها لكن بيبعد عنها ويستخبه بس في نفس الوقت بيكون رابط خيط ما بين جسمه وما بين الشبكة بتاعته ويروح يستخبه في مكان مش باين واول ما يحس باهتزازات جاية من الشبكة في الخيط اللي مربوط بينه وبين الشبكة ساعتها بيفهم ان فيه حشرة لزقت في الشبكة فبيروح على طول وياكلها بكل سهولة وعندك كمان واحدة من اغرب شباك العنكبوت اللي انا شفتها في حياتي وانا بحضر الحلقة دي ودي اللي بيعملها نوع من العناكب اسمه عنكبوت الشباك القافز والعنكبوت ده بيقف كده بجسمه مقلوب يعني بيخلي راسه لتحت وهو متعلق مثلا من فوق في فرع شجرة او اي حاجة زي كده وبيصنع شبكة صغيرة ما بين رجلين لقدامه وبيفضل واقف مسكها ومستني زي ما انت شايف في السور كده واول ما بيشوف فريسة او حشرة معدية من قدامه بيرمي عليها شبكته اللي هو مسكها دي على طول وبيمسكها وياكلها وعلى فكرة بقى لازم اقولك برضو ان مش كل العناكب بتوجع دماغها ان هي بقى تعتمني شبكة وتستنى لحد ما حشرة تلزق فيها وبعدين تروح تكلها وكل الشغل ده لكن فيه مثلا العناكب القافزة ودي بتفضل تتسحب كده بهدوء ناحية الفريسة بتاعتها لحد ما تستنى اللحظة المناسبة اللي تنقض عليها وتهجم عليها وتاكلها وغيرها كمان من العناكب المفترسة زي عنكبوت الزئب وعنكبوت السرطان اللي بيهجموا على طول على الفريسة مش لسه يستنوها هي تلزق في الشبكة لكن بقى يا ترى هي العناكب بتاكل ازاي بالزبط اصلا لو بصينا على العنكبوت مش هنلاقي عنده اساسا سنان يقدر يمضغ بيها اي حاجة لكن عنده انياب عنده نابين والنابين دول بيغرسهم في جسم الفريسة اللي هو هيكلها والانياب دي بتنقل اللعاب بتاع العنكبوت لجسم الفريسة اللعاب بتاع العنكبوت ده بقى اللي بيخش جسم الفريسة بيكون فيه مواد وانزيمات مختلفة بتحلل جسم الفريسة واعضاؤها الداخلية وبتحولهم لمادة سائلة كده بيقدر ساعدها العنكبوت ان هو يمتصها بكل سهولة يعني زي ما تقول كده من غير كلام معقد العنكبوت ما بيقرفش يمضغ الفريسة بتاعته فبيسيحها ويشربها اغلب العناكب بتاكل النحل والدبان والفرشات والحاجات دي لكن بقى العناكب المفترسة بزيادة زي عنكبوت الزئب فساعتها بتلاقي على قيمة الغدى بتاعته فيه شوية اطباق اضافية كده زي الفران او الدفاضع او الطيور الصغيرة زي ما العناكب بتفترس حاجات كتير ممكن العنكبوت نفسه يكون فريسة لحاجة تاني زي الطيور والخفافيش والسحالي والدفاضع الكبيرة ممكن كمان العناكب نفسها اصلا تاكل بعض زي عنكبوت القرصان وده اللي بيعمل حركة زكية جدا وهي انه بيروح عند شبكة عنكبوت تاني بناها وخلصها وسبها واستخبه وبيهز الشبكة بتاعته دي وزي ما قلنا طبعا فالعنكبوت صاحب الشبكة بيخرج ساعتها من جحره لانه بيفتكر ان فيه حشرة لزقت في الشبكة بتاعته وبيروح يكلها لكن ساعتها بيتصدم ان عنكبوت القرصان واقف بستنيه عشان ياكله وبيقضي على حياته ساعتها خلينا اقولك بقى اخر حاجة وهي ان العناكب شهيتها مش بتخلص ابدا كل يوم العناكب بتاكل ملايين وملايين من الحشرات وبتخلصنا منها من على كوكب الارض فلولا وجود مخلوقات زي العناكب دي عايشة معانا على الارض كان زمان الكوكب ده حرفيا مدجج بالحشرات في كل شبر منه والبشر عمرهم ما كانوا هيقدروا يعيشوا بروحيتهم ده حتى كمان السم بتاع العناكب بيستخدم دلوقتي في صناعة بعض الادوية للبشر بتعالجوا بيها وخلينا اقولك انك يمكن عمرك ما هتحب العناكب ومستحيل تفكر تربي شوية عناكب مثلا في بيتك لكن بصراحة انت لازم تكون ممتن ان العناكب موجودة في العالم بتاعنا وبس كده دلوقتي اكون خلصت كل الكلام اللي كنت عايز اقوله عن عالم العناكب المزهل ده يارب يكون الحلقة اعجبتكو وقولولي في الكومنتات بقى عايزين نوعية زي دي من الحلقات بعد كده اللي هو احنا نتكلم عن حيوان كامل في حلقة لوحده ولا لأ وبس كده لو الفيديو عجبك ما تنساش تدوس لايك وتنزل تشترك في القناة لو ما كنتش مشترك من تحت الفيديو وبس كده سلام موسيقى